الحرب في أوكرانيا مستعرة توازيها حرب أخرى بين قادة أوروبا في خضم معركة إرادة الجدل والاتهامات الموجهة لبرلين بالتقاعس عن دعم كييف على منسوبها بين الحلفاء الغربيين ألمانيا تنفي الاتهامات تارة وتقول إنها ليست حجر عثرة في طريق تزويد أوكرانيا بالعتاد في الوقت الحالي لم يتم طرح السؤال لكن إذا طلب منا فلن نقف في الطريق الدبابات مطلوبة ليس للتجول في الشارع بل ليدافع الأوكرانيون عن أنفسهم أفهموا مدى أهمية هذه الدبابات وندرك ذلك تماما لهذا السبب نحن مع جميع شركائنا في عملية المشاورات وتارة أخرى تدعو إلى التحل بالصبر بشأن قرار إرسال دبابات ليوبارتسفاي إلى الجيش الأوكراني فمصلحة بيرلين تتمثل في اتخاذ القرار بعناية لأنه قد يؤثر عليها يقول وزير الدفاع الألماني تردد بيرلين دفع بولندا إلى الإعلان عن تشكيل تحالف يضم البلدان التي تملك دبابات ليوبارت والمستعدة لتقديمها إلى كييف منتقدة ألمانيا على إضاعة الوقت سنتقدم بطلبين الحصول على الموافقة من ألمانيا لنقل دبابات ليوبارت إلى أوكرانيا وحتى لو لم نحصل على هذه الموافقة سنستمر في تسليم دباباتنا مع الآخرين إلى أوكرانيا تطورات تأتي في وقت تعمل فيه ألمانيا على حساب كل المعادلات وعدم التورط في حرب مباشرة مع روسيا الغاضبة تقارير ذكرت أن بيرلين لن ترسل دبابات إلى أوكرانيا إلا إذا فعلت واشنطن الأمر نفسه بلال البجديني الحدث